انفجار كيس المية أو اللي هو الزام بيقوله في اللغة الشعبية الدارجة الجميلة إن الأرنطش خلاص ده بيكون علامة مهمة جدا وعلامة بتسرع بقى جدا الإجراءات وبيكون فيه على فكرة مصاحب للأرنطش ده فيه نزيف بسيط بس ما فيش منه خطورة لكن لابد من المعاينة الطبية فورا يعني لازم بقى ازهاب للمستشفى عطول عشان كده أنا بقول إيه من شوية أول ما تبتدي تحس بالانقباضات لازم تروح للمستشفى هتقولولي الله طب ما إنت لسه بتقول المرحلة قلولها ده ممكن تاخد ساعات آه مع الساعات دي وانت بتقضيعها في المستشفى غير وانت بتقضيعها في البيت خلوا بالكم في المستشفى القرارات سريعة والتصرفات سريعة فأول ما تشعري بالانقباضات دي ابتدي اجهازي وروح للمستشفى وتكوني مجهزة شانطتك ممكن بقى تعملي التدريبات دي وانت راحة في العربية مع زوجك وانت في المستشفى هيقولولك تعمليها المهم أن دي المرحلة الأولى اللي بتنتهي زي ما قولنا بفتح عنق الرحم المرحلة الثانية من الولادة بتكون من فتح عنق الرحم إلى بداية ولادة المولود ودي بتستغرق ساعة تقريبا في حالة الطفل الأول في حالة الطفل الأول بس يعني لما تكوني أول مرة لما بتكون دي ولادة متكررة بتكون أقل قوي في المدة خلاص؟ بتكون أقل في المدة إذا كانت الولادة متكررة على فكرة في بداية المرحلة التانية من الولادة بتبتدي الأمهات تشعر يعني كتير منهم يحسوا برعشة وبيحسوا كمان برغبة في التبرز نتيجة عملية الضغط على المستقيم دي كانت المرحلة التانية أما المرحلة التالتة من الولادة من ولادة الطفل بتبدأ من مولد الطفل من خروج الطفل إلى نهاية خروج المشيمة ودي مرحلة بتستغرق دقائق من أهم الحاجات اللي لازم تكون يعرفاها أن بعد عملية الولادة بعد ما تخلص خالص وحضرتك بقى في الغرفة والكلام ده كله بتبتدي تشعري بآلام بعد الولادة في منطقة الرحم والآلام دي هتلاقوها بتزيد قوي مع الرضاعة الآلام دي أنا بطمن حضرتك وبطمن كل الأمهات أنه دي آلام طبيعية الآلام دي بتكون عبارة عن انقباضات بتعكس أو بتفسر محاولات عودة الرحم لوضعه الطبيعي تمام؟ طيب عايز أقول كلمة بس أخيرة عن أنه بعض الأطباء بيعرضوا أو بيبلغوا الأمهات يعني أنه إحنا ممكن نلجأ إلى التخدير النصفي ده في الولادات القيصرية اللي هو بنسميه الإيبيديورل أو في الولادات القيصرية يعني الإيبيديورل آمن جداً ما فيهوش أي مشكلة ومسته إنك بتكوني مش بتشعري بملابسات عملية إجراء الجراحة القيصرية خالص لكن بتكوني صحية صحية ده مش حاجة وحشة على فكرة بتكوني صحية وبتكوني بتكلمي الدكتور أو الدكتورة وتجربة الحقيقة بتدت تنتشر جداً جداً وبقى ناس كتير قوي يلجأوا إلى الولادة أنا بقول ناس يعني بناء على ترشيحات طبية ابتدوا يلجأوا إلى الإيبيديورل أو عملية التخدير النصفي طبعاً ده ما ينفيش إن فيه عمليات ولادة قيصرية بتتم بتخدير كلي أو بتخدير جنرال يعني أو عام وده بيكونش فيه برضو أي خطورة من أي نوع تمام؟ اشتركوا في القناة